هل سبق لك أن شعرت بأنك لم تعيش طفولتك كما ينبغي؟ أن الطفولة مرت عليك كغيمة عابرة دون أن تستمتع بلحظاتها البريئة؟ إن كنت قد شعرت بذلك، فأنت لست وحدك. الكثير من الناس يشعرون بأنهم لم يكونوا أطفالاً حتى في طفولتهم، وربما أنت واحد منهم. الطفولة هي المرحلة التي نتعرف فيها على العالم من حولنا بعيون بريئة وقلوب مفتوحة، هي الفترة التي نعيش فيها بدون قلق من المستقبل أو تحمل مسؤوليات الكبار. في هذه المرحلة، نكتشف الطبيعة ونكون صداقات ونستمتع بأبسط الأشياء كألعابنا المفضلة أو قصص ما قبل النوم. ولكن، ماذا يحدث عندما تحرم من هذه الفترة وتجبر على النضوج بسرعة؟ حينها يصبح الطفل الصغير مضطراً لتحمل أعباء لا تناسب سنه، مثل الاعتناء بأشقائه أو المساعدة في الأعمال المنزلية. هذا التحول المبكر يجعله يفقد جزءاً كبيراً من براءته، وقدرته على الاستمتاع بالحياة ببساطة. بدلاً من اللعب والتعلم بالمرح، يصبح مشغولاً بمسؤوليات تفوق طاقته، مما يؤثر سلباً على نموه النفسي والعاطفي. بعض الأطفال يجدون أنفسهم يتحملون مسؤوليات مبكرة نتيجة للظروف العائلية أو الاجتماعية التي يعيشونها. ربما كنت أحد هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم يحملون أعباء كبيرة في سن مبكرة. سواء كان على عاتقهم الاعتناء بأشقائهم الصغار أو المساعدة في الأعمال المنزلية أو حتى العمل لمساعدة الأسرة مالياً. تلك المسؤوليات تجعل الطفل ينمو بشكل سريع ويتعلم الكثير من التحديات والمسؤوليات التي قد لا يواجهها الأطفال في سنه. إن هذه التجارب الصعبة قد تحرم الأطفال من فترة الطفولة البريئة والممتعة حيث يجدون أنفسهم يضطرون لترك جزء كبير من الاستمتاع واللعب لصالح أداء المهام اليومية وتحمل المسؤوليات. الضغوط التعليمية والاجتماعية تلعب دوراً كبيراً في حياة الأطفال وقد يجدوا بعضهم أنفسهم محاصرين في دوامة من الضغوط للتفوق والنجاح. ربما كنت من هؤلاء الأطفال الذين كان عليهم التفوق في الدراسة باستمرار لتحقيق توقعات الأسرة والمجتمع. هذا النوع من الضغوط يمكن أن يسلب من الطفل الفرصة للاستمتاع بأوقات الفراغ واللعب حيث يصبح كل وقته مكرساً للدراسة وتحقيق النجاح. تتراكم هذه الضغوط مع مرور الوقت وتؤثر على صحة الطفل النفسية والعاطفية وتجعله يشعر بالتوتر والقلق المستمرين. الكثير من الأطفال يعانون من صراعات نفسية ناتجة عن التوتر والضغوط العائلية أو التنمر في المدرسة. يمكن أن تؤثر هذه الصراعات النفسية على نفسية الطفل بشكل عميق حيث يشعر بالوحدة والإنعزال ويفقد الثقة بالنفس والمتعب الحياة. قد يصبح الطفل مكتئباً أو مضطرباً عاطفياً مما يؤثر على قدرته على التفاعل مع الآخرين والاستمتاع بأنشطة الطفولة الطبيعية. إذا لم يتم التعامل مع هذه الصراعات بشكل فعال فإنها قد تستمر في التأثير على نمو وتطور الطفل مما يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية في المستقبل. إذا كنت قد مررت بهذه التجربة فلا تشعر بالأسى. يمكنك دائماً إعادة اكتشاف الطفل الداخلي بداخلك واستعادة البراءة والفرح التي تحملها الطفولة. اقضي وقتاً في القيام بأنشطة تحبها سواء كانت تلك الأنشطة مثل الرسم، الكتابة أو الأنشطة الرياضية أو حتى القيام بنشاطات تسلية مثل مشاهدة الأفلام المفضلة أو الخروج للتنزه. لا تنسى أنه ليس هناك وقت محدد للاستمتاع بالحياة. يمكنك دائماً العثور على السعادة والفرح في أي مرحلة من مراحل حياتك. فالحياة مليئة بالفرص للتجديد والتحول والاستمتاع. في النهاية، الطفولة هي فترة مهمة من حياتنا ولكن ليس الجميع يعيشها بنفس الطريقة. إذا شعرت بأنك لم تكن طفلاً حتى في طفولتك فتذكر أن الحياة لا تزال مليئة بالفرص للاستمتاع والفرح. ابحث عن اللحظات الصغيرة التي تجلب لك السعادة واستمتع بها بكل ما أوتيت من قوة. آمل أن تكون هذه الكلمات قد لمست شيئاً بداخلك وجعلتك تدرك أنك لست وحدك. إذا كنت مهتماً بجروح الطفولة وكل ما يخص مرحلة الطفولة سأترك لك قائمة فيديوهات في صندوق الوصف ستساعدك وترشدك.